ما مرض السرطان؟ ولماذا يحدث؟ غير معروف بالضبط ما سبب السرطان إلا أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي أكثر من غيرهم لتطور أنواع معينة من السرطانات خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلية وهناك عوامل المسرطنة مثل السمنة أو تدخين التابغة قد تسبب السرطان عند بعض الأشخاص وقد يصاب الشخص بالسرطان حتى في غياب العوامل المسرطنة شاهد فيديو كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض السرطان وينشأ السرطان بحدوث طفرة جينية واحدة أو أكثر في الحمض النووي للخلية أو ما يعرف بمصطلح الدياني فتنشط القدرة الانقسامية للخلية المصابة وتتكاثر وتنمو خارج منظوماتها المعتادة يتكون جسم الإنسان من مليارات الخلايا التي في حالتها الطبيعية تنقسم بانتظام وتتبدل في نظام دقيق لتعوض عن الخلايا التالفة وتحافظ على بقاء الجسم في وضع صحي أما السرطان فهو التكاثر غير منضبط لأحد أنواع هذه الخلايا دون تحكم أو نظام هذا النسيج الفائض من الخلايا يتحول إلى كتلة خلايا التي تكبر شيئا فشيئا لتكون ورما ومع استمرار نمو الورم غير المنضبط يتكون السرطان من الممكن أن يحدث السرطان في أي نوع من خلايا الجسم فإذا نشأ في خلايا الثادي سيكون سرطان الثادي أو في الكلا سيكون سرطان الكلية أما سرطان القولون فهو التكاثر ونمو خلايا بطانة القولون غير المنضبط فتتطور من لحمية تدريجيا إلى ورم سرطانية وغيرها كثيرة ويختلف نوع السرطان حسب نوع الخلية التي ينشأ منها وقد يهاجم الورم الأعداء القريبة أو يتسلل عبر الأوعية اللمفاوية إلى الغدد المحيطة أو عبر الدم فينتشر إلى عضايا بعيدة كالكبد أو الرئة أو المخ بعض أنواع السرطان لا تشكل كتلا وإنما هو تكاثر مفرط للخلايا كسرطان الدم أو ما يعرف باللوكيميا أما سرطان الغدد اللمفاوية أو ما يعرف باللمفومة فهو نمو متكاثر مفرط لخلايا هذه الغدد أو أي نسيج يحتوي على هذه الغدد فتتضخم تعرف على كيف تحمي نفسك من السرطان مع تحيات المجلس الصحي السعودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر